انقطاع التيار الكهربائي أكبر هموم الصيف في العراق فساعات التجهيز لا تكاد تذكر حتى في أحياء بغداد كمناطق الدورة والكرادة والغزالية حيث وصلت ساعة انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة يوميا في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة درجة الحرارة كل شعالية وكل شعالية وبدأ يمكننا التحرك بالسوق يعني فنجع عهم رشات هاي همينة نبرد شوية وهذا ونتسوق ونرجع لهم الفساد الحكومي يضاف إليه سياسات بعض الدول الإقليمية تجاه العراق التي أدت إلى هذه الأزمة التي يصعب حلها فقد تحولت أموال العراقيين إلى ثروات ينعم بها الفاسدون وبحسب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نجيب نجيب فإن ملف الكهرباء صرف عليه أكثر من 150 تريليون دينار منذ العام 2003 وحتى اليوم وأضافت النائبة أن فتح هذا الملف سيؤدي إلى الإطاحة بسياسيين كبار ومن المضحك المبكي في الوقت نفسه أن وزارة الكهرباء تدعو العراقيين إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء لتخفيف العبء على المنظومة نتيجة لتوقف إيران عن تجهيز محافظتي ديالا والبصرة في حادثة تتكرر بين الحين والآخر وربما ستستمر مناطق جنوب العراق قد تتفاقم معاناتها لسيما وأن محافظة ميسان سجلت أعلى مستوى لدرجات الحرارة بـ 51 درجة مئوية بحسب موقع بلاس سيرفل الأمريكي غياب وإهمال المشاريع التنموية والخدمية أدى إلى تفاقم هموم مواطنين في بلد أحوج ما يكون إلى أياد أمينة تعامل سكانه على أنهم من أبناء جلدتها ترجمة نانسي قنقر